السلام عليكم ومسامعيني ومسامعاتي نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير أمركم طيبة وأحوالكم جيدة اليوم جاءت لكم قصة التي ستشعر دراسكم في الليلة قصة التي ستشكيكم قصة التي ستكفو قرأسك و تقولي كيف أحد الله هذا الشيء والذي نسمعه فالأختنا جاءت ستتعود القصة بلساني بطبيعة الحال وما سنحرق لكم التفاصيل اتركوا معي حتى النهاية في جيموكم وانترو بارتاجي والله يجزيكم بخير إذا كنتم لا مشتركينش في القناة تشتركوا وفعلوا جرس باش يوصلكم للجديد شوفي أختي عافك الله يجزيك باخر عافك كتبغيني وكتحمق إهلية ما خسرتي والو لمشي تتبذرتي وحد لايك وعد تكملي القصة أنا غير ذكرتكم ذكر فإن الذكرة تنفعوا المؤمنين شكرا لكم كاملين وبقاوا معايا مجموعين السلام عليكم أختي أخواتي معكم ناجت لعمر ديالي 29 عام اليوم جيت نعود لكم قصتي أريدكم أن تنصحوني الله يجزيكم بالخير المؤمنين سأقربكم مني ونعود لكم عليها من أيام الطفولة أنا يا البنات كبرت لشكل قد الحال أبدأ لي شفور ديالتاكسي أمي وأبت بيت كان أنا أخويا الكبر مني نحن دوزنا الطفولة ديتنا عادية لا يوجد أي شيء أنا أخويا أنا أخويا في الدنيا وأنا نرى الجو ديالنا في الترم كهرب من قبل أمي وحتى الوليد لدائما كنت نرى أن يتخصموا بعدياتهم وأخوة تكون هدرة غرب السيطة وما يكبروها وكتسمعهم من موضعين قربة لفضرع لها مع أمي مشكة كشوية أما الأب ديالي كان رجل درويش ودخل سقراسه ولكن أمي كانت من كده عليه العيشة دياله دائما حتى لي لا في الدخلها ولا في القلسة ولا في الخرجة أما بالنسبة للوليد كان يقول لي يا هاد المرأة ما هي الشيطان وبركة من هذا الشيطان كانت تردعي وكانت تقول لي الشيطان هو بنادم ولكن كان هناك شخصي أن الشيطان هو أنت وديها في دارك وديها في أولادك الوليد كان يقول لي ما أخصصكم ما أخصصكم شيء يكن نهارهم مطل وأنه في تأمير الكحل أغلبية نوفر لكم العيشة زوينة وما كانت تقول لي ما هي حسب لك هذه العيشة التي عيشتني فيها وكانت تقارير رأسها مع فلانا وفلانا المهم كانت دائما أنت تريد لعب مع الوليد وعلى أقل من شيء هي خاصة تشعله وصافي نحن بحالها طلعنا وفي هذا الجو كبرنا كنت نكره نقلس في الدار مع أمي والواليد خصوصا لكي يكونوا يتخاصموا ومنيت كنت نسمعهم على حال هم كان نخرج من قدرس قدرس من الدار ولكن كان نقلس عند دجارة ديانا حتى كان نرد الوليد يخرج من الدار وكان نحسن بأن المهم وكان ندخل وكان ندخل وكانت تقصدار أمي والجلية قلبي من الداخل وما كنت أريد أن أمي تخاصمها والواليد ليس بحال أخويا أخويا كان دار بزمان بركلة ولم يكن يدعى فيهم نهائيا المهم هذا يحدث أنا بكثرت كل المشاكل التي كانت في الدار لم يكن أركزها في الدراسة دائما المعلمين يكونوا يشرحوا لي وأنه يكون عقليا مع الوالد أمي Legacy بعد أن يقم لي ان تكون في هذا المشاكل سينتئ juicy أنا آمن بل leva وماهل اماهل وماهل أماهل مع جديدي تعالى عقلي execut رأي وأنهل وهناigen وجوه لتتطلق إلىolo لديها الوالد دمشي نهار ونطلقها أنا فين غادي ينمشي حيث كان عندي الأب ديالي عزيز كتر من أمي المهم بسبب ذلك الخصام اليومي للوالدين ديالي تلا تم عقده بثاف التفكير ديالي كان غير فيهم هو مبجوش المهم بقينا بحلها كدار نهار على نهار المشاكل كانت تكديد مع بين أمي والوالد وما حتى نحن كبروا حتى الصداع كيزيت في الدار الدار رجاء ترجع الوالد كيدرب أمي قدام عينينا ما حال مرة بقت تنقله في الدنيا وتبقى عليه وانت وانت ودرتي وفعلتي هو كنت تعصدك يبقى عليها سكتينة يودي ستيف ومض كيقول لي يا هذا المرأة ستيلي يا دلقمك ولو تحلفوا عليها راديو وشعلتي ما كتبغيش قاعد تسكت ايو الوالد الذي كنت تعصد معها ينضلها ويدربها قدامنا ايو هي كتاكل دبت يا اللحظة عاد تحمد الله وكتشكره وتسكت سوف يبقين على ذلك الحال ولكن من بعد كتروا المشاكل بينهم حتى وصلوا للتطلاق واحد من ناركب دي ما تخاسمه الأب ديالي نطقي شريعها من الطرف نصف الليل قال لي يا الله عندي مراكبة هنا صافي اللي جمعنا قد يفرقونا وهي ما تكونش من العقدين لا تكتش من في حويش ديالها الوالد عند تصل على واحد خالي قال لي يا جدي اختكالية صافي العيشة ديالي معها حرارت وانا مبقيت قبل نعيش معها تحت صقف واحد تكخالي كان عارف ممي هي اللي قبيحه هي سبب المشاكل يوقع كيرغبوا يطلفيه وقال لي يا السفلان نعيش الشيطانة وقرع لقبل أولادكم وانتم برقب قبارديروا عقلكم انا بقيت كيرغبوا يطلفيه وقال لي يا جدي اختكالية وقال لي يا صافي ديالي والله يسمح للجميع ايوهي اسمعها الضد وقال لي والله عندك هنا ما نبقى انا سوف يمشي بحالي وقال تعرفي الوالد تصل على خالي وقال لي اسمعه اختكالية تخرج على فمه ايوه كانت يا البنات تعرف الوالد اتمنى فيها وقال لي اسمع بنيه وقال لي بطريقة الترابي فعلا الاب ديالي ازود مع ماءة لدى الجميع انا من ذلك النار هذا كانت المعاناة لدري في الحياة والله اختتي من هذه الليلة وانا كنت قصي المرأة من هذه الليلة اللي فرقتنا ماءة لقبينا وانا هذا الزهام مدى الجميع انا نذهب الجميع عندما اخيبوا بزاف لم يكن يحنون فينا نهائيا هم بشري وممع لأخذهمها كانوا يحنون في ناحة تحناية ماذا سنقول لكم؟ نحن كنا ندفعوا التمان لك الشيء هذا لدروا والدينا وحتى التمان للقراراتهم لا نقول لكم على المعاناة التي عانت في درجة صافي من بعد ما أخذت ممتلقة سنعرف بما هي أعطتني لأب لي قال كاسيدي يتأخذ الولد والأب لي يأخذني أنا لم يكن لكم فرحة كثيرة من الحال حيث الوالد كان عزيز لي وزيد أهلا ما كنت مرتحة في درجة مع أخواني نهائيا وهي ذلك جمعاتي أمي حويجتي يأتي الوالد جديد معه للدار الحمد لله كنت فرحة وعجبني الحل كان جلب الأم تحتاني بي واجمعي للدار وكانت جدتي تصلي فيه وتبغيني وعيشت تسعة شهر من بعد جدتي اقترحت على الوالد أن يأخذ ابنت الناس الذي تكون به هو أكيد زوج بين عينه وقال لها أمي المرأة التي فاتت أنت خطبتها لي وانت ترى لك الزوج كيف يفشل وهذا هو أنا الذي سوف نختار المرأة المناسبة لي وحتى البنتي المرأة التي تعتني ببنتي قبل أن تعتني بي أناية صراحة لم أعجبني الحال كنت خايفة الوالد تزوج ورجعتني يتخصم مع مرأته قدامي ونرجع للمشاكل المشاكل التي كانت في الأول والمشاكل التي كانت لديه مع أمي لم أردت أن أردت لها مهم لم أردت ولكن الوالد لم يأخذ نهاية الرأيي لا تتكلم على الله من شكل المشاكل التي تفهم معها من بعد أن تخطبها في الأول كانت كتبت للمرأة الفراج العقال والتباتة والمعاملة الزوينة كانت تقلصني في حجرة وكتبقت عن نقطة وصفية كانت تقول لها كانت تقول لها يا ماما ليس خالتي وأنا من اليوم سأكون ماما وصديقة لك فرحت كثيرا وما قدتني فرحة ولكن أخوتي جاهدت لي سخنة رجلها في الدار ودعت بلاصة وشدت للجمل للوالد أرجعتك تتحكم فيه غادي تقلب عليه في مرة واحدة أرجعتك تخدمني عندها بشيخ الدامة مني كان في الصباح وأنا وقفة على رجل كنت تقول لي ما قاعدت تقرأي كنت تصل إلى المعان وشطة في المساعدة كنت تقرأي ونفتها من نغيرها ونفتها شيء حتى ننتج شرع منها كانت تقول لي أنت تغيبك الشيطان ونحن تحكي على بابك مني والله وقيت تسمعتك هذه الحلية في أمك بشكل معي حتى نديرك ونفعلك ونطرقك معي أصبق لي خوفتني حتى أتبع شيء ما تقرأي كانت تقول لي كيف سأقوم بك وكيف سأقوم بك وكيف سأجرع فيك المهم نجد أن تجد المشاكل مع مرطة والد كيف يستكلمون بها الخرصة يعني أن أردت الأب في رؤيتها أطلق من أن أخرجتني من المدرسة منذ الساعة كانت دائما لدي أولا وبذلك كانت تحامل أطلقت من أن نخرج من الدراسة أن أمضت بها جدتي لم أحملتها أحسنت جدتي لم يكن أقر بها وهي لم أكن تريدو منها لأطلقت الوليد ما هي اطلب مني وفعلها في مدني وننقرأه في الغرف ولكن انا مريضا مرحبا لتطلب الامر ادرك نظر عنها في التكلم بسبب فى مدينة لاسلح السجنة والد ان نقرأ الجميع ويضع بكلمة والدي فى موشكلة وليس لا يعلمي بها حيث الامر بكلمتين وعلي حتى تكمل قرأتي و لم يكن في رأييها وهي هذه السيدة قدرتني في رأسها و نضع أخواتي حرشة أهلية واحد بلد الحرب لتعرض لي في الطريق و يضربني و يتكرف في سهلية فعلا قدرتها أنا أحد من النار خرشت من التنوية سيكون عادة للدار و يقرأ لي قتلة للعصة و نبع سرق لي الشكرة و يهرب سيكون قتلة للعصة و يمكي و حالتي حالة و أرى الوالد كحل بلعمه و لم يعجبه و أريد أن يبدأ بلد الحرب و لكن مراتهم لم يتكلم و أصبح تحرش فيه و أخرجني من المدرسة قلت لي أن تتكلم بلغتي بها سأتشد و لكن لم يكن يحكم عليه بكثة و سأخرج من الحرب و ينتقم منها و حتى من المنتايا و من الأحسان يقرسها في الدار و من نراسك من المشاكل الوالد اقتنع بكلامه و أخرجني من قرايتي و قال لي أن يقرس في الدار و لم يكن بكيت و بكيت و بكيت بقيت في القراية بكثة و لكن لم يكن لدي ماندير و لم يكن لدي ماندير و من الأحسان و من أخرجني من المدرسة و أتحدثني لقد تعتقد و لم يكن لديه بكثة و لم يكن لديه بشكل و حتى لم يكن لديه و أنا أمي كانت تقولي و كنت أريد أن أبي و كنت أردت على أن أبي و كنت أعلم أن أتحدث و كيف أشباه و كنت أخبرتني تقول لك أن أتجب لك مراتك و أدركك رأيت كيف تبقى تزوجها أخوة و لم يكن أسمح كنت أقول لك لأأمي أسمحتي فيها و أخذتني عند الوالد كنت أقول لك أنت ما زالت تزوجه و أعطي لي دارك أنا أقول لك أنت زوجته و هو أقل لي دارك و يديني معه المهم كان يوجعني قلبي من الداخل و كنت أشعر أنه ليس قيمة معه و ليس معي أب و مراته عام على عام و هي كتفيلي على نيوبا داركة أولاد السيدة قد ربني و أنا أكثر منها بالطولة و لا أمن أقول لكم يا أخوة تأتي على التحرش الذي كانت تتحرش عني الوالد حتى خلت الوالد التعامل معي بأحد الجافاء الذي كبير و أرجعك أن يرى فيها غير طرف العين و أنا هكذا كنت و هكذا بقيت حتى الوحد النار سأتلقى بأحد خينا الذي ستزوج به هذا السيد لم يكن أعرفه غير الوحد النار كنت أتسخر من البقاء و كنت أصدقه في الطريق كان يجب أن أضعه في الجانب و أنا أجبته و أنا لم أتبهت له نهائيا أتخرت بالزربة و أرجعت للطار و أردت أن أردت أن أصدقه لأي أم و أنا أتمنى و بعد أن أصدق الأم و هي كجارة لنا و أصدقنا للطار لأنه لم أتعرفها سبغ الزيارة لهم و لكن ضيفته و ضيفته و مفرحت بهم و لم أشغل معنا أتي من بعد فتحه لدرام عمرت الوالد و قالوا لي أن نحن نفلنا نزوجه لولدنا صراحة لم أعرفت ماذا تقول لهم لم أقلت حتى كلمة اللعب طلبت منهم حتى تشعر العبد لي و يكون خير و قالوا لي يا صافعين ممو الضار و من بعد رجعوا عندهم و هذا الشيء الذي كان رجع الوالد للضار و قالت له مراته و لم يكن لديه أي شيء مانع و أخاف الوال كان متردد و لكن مراته قلت لي فلان سهل على الوالد و لكن أردت من الزوجه فرحت وجبني الحال لأنني كنت أردت من الزوجه و انتقر في حياتي حيث كنت في واحدة سنة الزوج كانت تقريبا 23 سنة و إما البنات ذلك الناس من بعد رجعوا يتكلموا مع الأب ديالي بطبيعة الحر أحبهم و قالوا لهم اللي فيها الخير اللي يجيبها لهم طلب منهم يعطوا فرصة يسهل عليهم و يبحث في الناس و يبحث في الناس و يسهل على الرجل و يكون خير و هو أي شيء ما كان وعندما كانت أزالهم و يقولون أن المساء معقولون و يعمرها سلعة و حتى الرجل خلتهم على الرسول و دخل السوقر و وقالوا لهم بلتي البنت دخل السوقرسه معقولة و يجبون الخطبة و يخطبونه و يسفهمه مع الوالد من بعد و جمعنا ريوس و نتعقدنا في هذه الفترة وقد وصلت الرجل في التليفون كان يبليه و أزالهم معقول ودخلت قراثه و أهم شيء محترم المهمة أن أعقد عليها خرجت مع جوش المرات صراحة كيف يبدو أن السيد تخلق و رجل طيب قد قد حرم أغرئي متن در العرس و أمشي معه لداره و هذا ما كان من بعد ثلاث شهر نجمعنا ريوزنا درت العرس و أختي أمينة دار عرسي مميجة عندنا للدار سوف يدير لنا المشاكل مع مرات الوالد مميمة حاملات تشوف و أحدها خرجت للدار التي كانت فيها و سبقها ليها و كانت تشوق فيها و كانت تجد العرس بنتها و اميجتها بحل غير و قد قد اتركت معيها و مرات الوالد مازالي سهل لها و انتهي ويها بذلك و هو دربه و أقراطه و العشرات و لم أعرف كيف حدث يمكن و مرات الوالد دفعت ممي من الربعة و تحت مميجة و أجدت أجدتها و أجدتها في الأسنة و كانت أنت وصلت العرس و قد حصلت على موسيجة سنواتك الاستهامية مع ضرورتها في الراس وماذا أقول.. الدخلات ضغطت وسكرات المهم بأن العرس هذا يجب إزباع كحل والمسجرة مستعجلة المخيرة فينا كتجرت كشطا والأخير بعد ذلك في المطور سبيطر مهم من بعد أن أخبرت لنا جميعاً قصحت وضغط بعد أول وقت سنواته ليس لهم نحن نجيب للعرس نبدأ قريباً يجب العرس ويبقى في السبيطر المهم هو عزوك حلالية لا أعلم عنه عرس لأنه كان عزو بالنسبة لي قلت وكان بكهلة صغرية صافي حلوك لا تفعل شيئا حتى موسيقى قلت لهم التفاعلية لا أريد أن أرسي بالساكوتي صافي جارة جديدة مع الصغارة والفرحة وما كانوا مكبرين له العرس أخيانا تبرزت ودروا لي العمالية كنت مخنوقة أربي لي أن أحس بي دموعي لم يحبسه من عيني صافي دزل العرس كل شيء كان هو هذا دخلت دخولي بما يرضي الرحمن لتحياتي مع رجلي ونسي عادي صراحة طلعوا معي ناس اللي حمر ليهم كانت تعاملهم معي يزوين بزاف صراحة كانوا محترميني بلا قيص واحد عدوزتي كانت تعديت لي أغير بنتي فلانا ما أمرني اسمت منها لعب حتى الشيخير رجل ضروي شو علاقة للحال لا يجبدوا أحد الوايساتي كانوا مزوجين وما يجبوا يرضي في عدنا وحتى منهم يجبوا كل واحد يجبوا في رأسه ما أمرني اسمت منهم الكلمة اللعيب ولا يقول لك شهادية مدرتي لا شهادية مدرتي لا هم يعني لم يكن لديهم فهمات الخاوية حتى يجبوا للدار ببهم وقوة الحجم المشيه هذه يعملونها عادي لا يعايروك لا يقلل منك صراحة لم يجبوا معهم المشكل كانت معي في نفس الدار كنت أنا ويها مرة يوقعون المشاكل بيننا نقاشها تبسط مرة نحن مصالحين ليس شيء شيء كبير هي كان لديها سكور ضغطة تشعل أخها غير مع أولادها كانت تعصب بالزربة أما أنا كانت تجينيها عادي يعني ملفة بما أكثر غير معاناة التي عانيت مع مرتي الوليد كانت تنسيك في كل شيء ليس شيء كبير كانت تبقى الليلية مع ناسي احتروا بالكبر قبل الصغير كل واحد فيهم عطي حقه وقدروا عارفت الليلية ومشي عليها كان خدما الشغالي ومدخل بيتي ما كانت تقول لها زينة لاعينة الحمد لله بقيت عيش أحياتي معهم عادي رجلي كان يبيلي بيت الحب كان بليه ولكدخل وكراسه كل شيء هذا ما كان الشيء يجب عليها خطرية والذي يجب عليها وحتى من الحرية التي أعطيها عليها لا يوجد نوع الرجال الذي يتابعك في الدخل وفي الخارجة ولا ينكد عليك إلا بالعكس كان يقول أنه سأكسر عند أمك سأكسر عند أمك سأخرج مع أمي سأخرج مع أمي سأخرج مع أمي لا يوجد مشكلة لا يوجد غارض كان يعجبني من هذه النحية وحتى هو كان يخرجني كل السمانة كمشي ونأكل على برنا مرة يعرض عليها بيتزا ومرة نأكل الحوث ومرة يتبعوا على قصصة ونأكل الحرية ونأكلوا إلى الدر المهم ويقولون يتبعوا على الدر من الأحسن يتبعوا بالدلج مع أهل لن يكون المنوع الذي يكون حضر فيه ومنيجبتها وكلتها لا بلعكس لم يكن يحطوا فينا نهائيا الله يجعل نخبره أنا ويسيمانة لا يوجد فيه ومما أخوتي ومعا أخوتي لا يوجد أن أحد يوجد أن نزوج وعيش في حياته لأننا كنا عانين وبدو المشاكل وخاقي وقعها كذلك ولكن مقارنة بعد ما يشاهدون أهل لي لا يمكن أن يقوم حتى الربع منهم لما أخوتي قلت صافي الحمد لله الدنيا ضحكت لي والحياة تقذت بايا بقيت عيشة حياتي مع الناس عادي الحمد لله من بعدها من أزواجي ثلاثة حاملة مع العلم ما أمرني لم أخذت شيء مانع الحم كنت بشيت للطباب وعطوني بعض المسخينات للراحم وخذتهم الحمد لله حملت وكنت طائرة بالفرحة ولكن دست عليها من بعد 15 يوم سأأتي نزيف خافت لأنني قلت لدي حملة خارج الراحم ومهدت بالسقوط قلت لي أنت أعطي رأسك شهرين أو حتى ثلاثة لم يكبر الجانب ويقدر وكل شيء عند الله قريب أنت ويكون خير هذا ما كان قلت أمالي في الله ومشيت للطباب قلت لي ومهدت 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 وقلت لي وقلت لي أن أغرحت الراسك الراحة وما يكون غير الخير هذا ما كان لم يكن تحرك بلسطين نهائيا وحتى مستطيع أن تصليه غير بالكالسي لكي لا تتحرك بلقيت وكنت أعطي الله يرى من حالي وفرحني ولكن قدر الله عليه لم يكن قدر جانب يكبر ويطح لي قفية بساف وخاه ومازال غير الحيمة حمرة قفية وحسيت قلبي يتقطع أهلي ولكن حتى أسبت الله أجره عند الله وقلت الله ملك الحمد الله يخلف لي خير منها صافية بقينا أبداء من بعد ما استعمل لما استعملت حتى شيئا من بعد بقيت كنسين نرجعي في الله لكي نحمل الحمد لله من بعد 6 شهر ربي فرحني وطلعت تحاملة هذه المرة كل شيء كان عندي من زيان وخصصا كان لدي تخوف ولكن أجلت تبعي وطلعت كل شيء عندي بقيت تبعي حتى يفكر الله وحيالك وطلعت ذلك كانت تبعي مع تبعي وطلعت 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 كل شيء عندي وطلعت حتى يفكر الحمد لله وطلعت رعاية الله وحفظه وانت بنتي وكل شيء يفكر كل شيء في الحلية وطلعت الله يكتر حرام وطلعت مالذي مالذي كبروا وكبروا بنتي وطلعت وطلعت في السبوع ستبدأ القصة جيدة الرجيف في هذه الفترة كان يجب لا يعمل خارج المدينة وطلعت لا يعمل يعمل على رأسه الثاني من بعد السبوع يعمل 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 مملكة الأوار ذا تجري البرح تجري اتكت ولا اجمل له يعمل في الأشهر في الأشهر الأولى نسيدها دائما يتصل بنا دائما يسوغل فيها أو حتى في بنته مرة أخرى يأتي للدرع على خفلة وحتى أن نتلقى ودقاء في الباب بعد مرات يأتي في نصف الليل حتى يلقى قناة عشينا يأتي معنا في تليفون بشكل يومي رغم أن يكون هناك نهار ما يصوني شعليا جوجر بعض المرات بالخصوص أن يكون بنتي عيانا أو أنا صوتك يقول ما شي هو هذا يكون صوتك يسوغل في المال ومريضة 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 ويأتي لأسفل هذا المفهوم ويقول لي أنا لا أعجبني لحنة مع صوتك يكون غنغن أو لا كان يشعر بك أنه لا أرتاح كنت أقول لي لا إذا أريد أن أرتاح تقرب لي وإذا لم أرغبتها أو أدينها معك كان يقول لي أصبر يا حبيبة أرني أن أقوم بك هم أن أرغبتها ويقوم بك أرغبتها أرغبتها كنت أرغبتها كان يشعر أملا وإذا لم أتعدك وكل شيء سيكون وعادي لم يكن تتلقى أرغبتها أرغبتها وكي أرغبتها أرغبتها ومن بعد سأبدأ بك الهفل الذي كانت فيه حالي لم أتغني لتصالتها كل نهار 4 و 5 مرات نقصت أرجع من يتوصل بي مرة في النهار الكلمة زوينة التي كانت بينه وبينه فتريفون لم أبقك لا تحشك أو لا تفكرت في كل جيك يبالي هذا المحبة كل 15 يوم لم أبقك أرجع كغيب سيد شهر و شهرين وأن يأتي بني وبينكم أعلم أن يصغير على اليه لكن لم أكن أردت بالتوقع في الموضوع حيث يأتي أعطني الإعادار يقول لي انا اخدام و اقتردت عني الخدمة و انا لم اكن سعيد حتى ان احكي فراسي و هدي و ديك قلت قلت لي امكان دنيلاته و غير الخدمة و صافي ماشي شي حاجه ما امرني اخوتي فكرت ان رجيه يخني و يكونك يخني و يعرفش احده لي المهم صافي بقين بحل معاكدك ره قريب عام و احنا في نفس الحجاية و اقلت لي اقترب لي احده و اجابت لي اعتقدت لي في عميره و انت ارتكي من الجبنة و كنت تقريب لليه وزيد و زيد و زيد ولكن بيني و بينكم و انت صافي بيه و هو ما ايش يحدد الشخص لي عارفته و عشرته سيدين بنتلاليه واحد اكتشلت كل انا انا ارجناا و انا اعتقد بانه و انا اشيك في مكان و اقول ليا فى انه هنا اخلاص يجيب عليك بالك و صافي ارامى تبدي الى مواله كنت أقول لها و لكنه لم يتوقع معي بأي حال كنت أقول لها ايو هذا الدوام مرتلوسي و كنت أريد أن يدوح بك الرجل أو ماذا؟ راب نادم عزمان سوف يتبذل و كنت أقول لها كدك تحت أنا مع فلان مع الوقت ترجع كل واحد فينا يشوف جياء كنت أقول لها يخلي عليك الرجل لا تتبع فيه لكي لا يطلع لك الدم منك لا يطلع لك الدم منك فلان لم يتوقع صواب لأنني لم يتوقع تبحث الوالد بالقياس لم يتوقع بيناتهم لكي تصل على المشاكل و المهم كنته في قلبي و كنت ساقرة و كنت أرى و لكن في نفس الوقت صدرت لي الشاشة لكي يديني معه أو يقرب لعندي مع ابنته تبارك الله رجعت تكبرك الطول على بابها لم يتوقع زيارته جيد و لم يتوقع أحد البارد لم يتوقع قد دع لحقه و ترقاجه لم يتوقع معه كنت طائرة بالفرحة صافي قرب لعن درجتي وتهنيت كنت تقوم بمفجهة لكي نجعله قرب لعندي و لا تقوم بمفجهة و لا تقوم بمفجهة كنت تقوم بمفجهة لكي نردك حالة و بالصراحة كان قانع و شابع و مقرع و أنا كنت أشببه عندي حصلنا لعيش في حياتنا عادة و كانت مهلفة لأنني لا بنته و لم يكن أضياني أي شيء الله يا أخوة تتيم لم يجعلني من قل صراحة قائم معي بلواجب دياله و حتى أنا كذلك كنت أقول الحمد لله أنا و رجلي فاتحين ذلك الأسرة الميتالية و احترني و أنا كذلك كنت تجنب المشاكل لكي لا يقعوا نقاشات ما بيني و بينه دائماً كنت أحاول نهرب من الحويج اللي سيطيحوني في المشاكل معه مثلاً إذا تعطل ما كنت أقول لك ما أعطلتي و إذا أتكلم في التليفور ما كنت أقول لك مع من دويتي أو ماشي نتجرأ و نجسس عليه أو رقبه في الدخلة والخرجة لا بالعكس كنت هذه المسائلة و ضربة عليهم و كما يقولون رواح مرة غير بشيء ما نطحش في نفس الغلطة اللي كانت ممي كديره مع الوالد قطخة كوم حياتها عادية من بدل لمشاة الأشهر و جاءت واحد آخر تقريباً بنتي أكملت خمسة سنوات أرجعتك تفهم و تعرف كل شيء فكرت أنه نحملها ثاني مرة في إعلان هذا المرة زوجت المناع أغير شهر الأول ما شربتاش ما أحملت الشهر الثاني خرجت لي نقي أنني قدرت فحصت لتحاملة و حتى هذا المرة فرحت و حتى هذا المرة طبيبكت لي أريد أن أعطي الراحة لنفسي كان لدي الحملة تحت يعني أي مجهود يستطيع تسبب السقوط بالفعل أعطي الراحة ولكن أخواتي رأيكم عارفين مسؤوليتي للدار والراجل والبنت كانت البنت لدي حركة بالقياس و أخذني النهار و أخذني و أنا وقفة على الرجلية لا أكتب شيئاً كنت كان عياء بقيت تقريباً واحدة الجوش بحلقة حتى النار الرجل الماسون سيطلعي بشي غدران الشرق قال لي يا حبيبة قال لي قال لي معيني و عندما أنك قدرت قيمة أنك صغيرة و أخذي يجب أن أعاونك في قد ألاقبي و أخذي لدي الفعل تقريباً إلي أن أخذي و أحمي و أحظي لديك أخذي لا تريد لدي شيء لغة مجهة رجب لأنه يساعد وأنا أخذى قد بقى أخذي وقال لي أن يكون لديه شيخ مرضاعة في العربية هي التي ستقابلني ايوه هذا ما كان ايوه السيد اخبره واحد يومين انا قلت مع مردوسي وقلت له ما رجلي فلان عنده شيخ مرضاعة في العربية قلت لي اهندو صافي لم تكن سويلتها وقلت لها وقلت لها وقلت لها لغة سويلتك وصافي ايوه هذه السيد من بيت جبلية وخيتي تقريبا قدي ايوه صغر مني شوية انا قلت لي الامر تكون ختم الرضاعة حيث تباني الدريا بقى صغيرة عليه هو تغيض مصلقة وقالي لبنات رغم كيف يباني صغر على الرجل وهاد يوديك مع العلم الرجلي ماشي كبير حتى هو ولد الثلاثين المهم هدخيتي ستقسم معنا فضاء هي كانت تتعامل معي مزيلا وكانت تقول لي غير ختيف لانا حتى هو كانت محتار معه وكانت تقدمه وتعيت له غير اخوية ايوه انا كنت اعتقد فعلا وكانت تتعامل معه بالخصوص من اللي عرفت الظروف وقالت لي بل انا كنت مزوجة وتطلقت ودبرني حاملة هي كانت فيتاني تقريبا مش شرف الحمولية ديالا صراحة بقت فيها كنت نحشب من الصخرها ولا نقول لها مدي لي شيئ رجعت انا اللي كان اخدمها وانا اللي كان مدي ليها كنت دائما كنت تتسأل بها رسي كنت اقول هذا مالوه مش يجب لي لي تعاوني صدقت انا اللي كان عاونها ماذا أقول لكم لم تكن احلفي ضع من مكة اولا اوهBenise قد اجبت قيامها وكانت دا المفجدة معها كان تطلق علي وقال لي ان يتضمنني ان اقتلق عليها خمسكوة من شجرة كانت دائما كنت ارفتها وهذه وهذه انا كنت دا المفجدة معها وكانت محتارة معني ما امرني صراحة محتارة معني وكانت رجلي كانت تفاهمين ايوه كان هذه وشي حاجة في نفس الدار أكله جميعا و أخرجه جميعا و أضحجه جميعا كان لعبه عادي حتى عندما كنت أذهب إلى الفحص أجعلها في الدرية و أحدهم و أذهب إلى الطبيبة قلنا على هذا الحال حتى أدخلت الشهر السابع أنا لدي سبعة شهر و أدخلت في شهرات التاسعة كانت متقلة كثيرا فهذا أزلتها العم أكثر مني حتى من الماكرة أدخلها البلاسة و أخرج لأنها كانت تتتتت في منطقات بيتها كانت تتتتتت بأجزة و هي مراجلة و يدعي إلى هذا البيت و يذهب إلى الطبيب و يخرج من البلد لأن الطبيب يتمنعها تتحرك من طهن الضغية و الطبيب كانت تمنعها خصوصا خصوصا بشهر السابع كانت تتحرك كثيرا و أدخل يشهر التاسعة المهمة بشكل كثيرا أننا سنعرف أحد الأشياء كثيرا و كنت لدي بنتي قالت لي ماما قال لي ما لك ابنتي فالأيين تأتي خيال الدنيا قال لي اما أحفات أخي وقلت لي قريبا أدريك خيال قلت لي uno الكلام الذي أخذتني قلت لي يا ماما سوف يدر لي شوشي بنت ووالد قلت كنت نضحك بنتي قلت لي ان تكون بحيانا وخيتي قلت لي ماذا تكون هذا اختي اخي و اخي و ماذا تكون اختي و أخي و اختي و قلت لي ماذا تقول له اختي و قلت له اختي قلت لأأختي و سواء اختي و اختي و سم تكون بنا قلت لي اختي و البيترس على الناس و أصبحوا ستقول لي اختي و و رأيت تأخذ شوكيه حقا قلبي ويقول لها صغيرة ماذا لديها تعرف؟ واذا ستكون البنت خمسة سنة تعرف هذه الحوايج؟ ما عليهم بنتي بصغرها وهي فايقة؟ أمتي ورفاطنا وراءكم عارفة الجيلة اليوم كي يعرف كيف يوجد جميل وفيه نساكن المهم قدمت شوكيت قدمت خليل وسوس قدمت باوهت نعم راسي بالكلام البنت قلت هذه أغير بززم أحدها ما تعرف ولكن بيني وبينكم عقلي ترون عليها وبقيت كن خمم في الهدرة البنتي وكان فكر في اللغة هذه الحكاية ما فهمت والله ما فهمت وما بغير تطلية الراسي قلت والله حتى نعيط العبدالسي اللي غدي تجيب لي الخبر صحيح أنا شدي التليفون صونيت عليها قلت له خالتي بغيرتك تجي عندي رأني مريضة وعينة بغيرتك تقابليني حيث هما ما كان عندهم يتعود على أختي اللي من الرضاعة عندي في الطاق حيث الرجلي قلت له لا تقول له هالشي واحد حكي الشيخوها ما بغيرتك تبشي معايا قال يا من هنا ومن هنا مهم درك اللي خاصوية قلت على دوسي قلت منها تجي عندي أكيد هي وفقة تجي عندي أعطيت العنو عندي للدار لم يكن يأتي عندي من كاميرا يمشي أنا كم شي عندهم من هذه اللي فرقت عليهم لم يكن أحد أحد من أهل كما قلت لكم كم شي عندهم هي هذي قلت عندي ركبت في الكار ركبت في الكار من بعد شطت الطاقسي قلت على ملتقسي والميات وضعت عليها في الوقت للغضاء أجدنا بجموهين كاملين فقد عملت رجلي لفتحيها ويتفاجأ من لأمي و جاءت وقلت نحن نسلم عليها كاملين وقفت تلونة بالألوان وتدخلت معنا والتشربت و погضي جمعت الطابلة و دخلت ليه فلانا قالت لي أفلانة وقفت لي احدث يقفت و متحدثت قالت لي ما هي ابنتي الذين معكم فتحكت لي و قلت إخطتي فلانة و لم أعرفت أفلانة و قلت ليه سأفلان وقلت لي أخي أبي و قلت لي أخي مدفع و قلت لها كيف أكتب قلت لي اخلي يا ابنتي اذهب بحالي انا قلت لي اخلي يا ابنتي بحالي انا قلت لي كلام بنتي على صواب الرجل طلع من جايب لي ساحبته الداري بصيفته اختم الرضاعة وهو كيف ينهاته لديه البنية كده بشاريكم اذا كان النار قلت بقيت ان اغوت عليه ربي اللي اخلقني وحتى عليها ضربت الطم رجل يبقى غير كشوف فيها بقيت ان اصول فيه و قلت لي اجيب لك البوليس للدار خافت و قد تطيح لي علي الديورجي و قلت لي اختيف لانا رأى انا ما اختمه حتى وزا و انا هنا قلت نعرف الحقيقة و قلت نسمع الحقيقة ببنية اللي قلت لي ما يبقى البنتي البنات صاحبته العشيقة ليس يخطو هو عنده خطو مرضاعة فعلا ولكن ليس يخيتي هو قلت معها و حملت منه لديها من نعرفها حمله جرى عليها مضطر و هو بش يجيبها قدامه حتى تسولد و قلت لي اختيف مرضاعة لا نكتب شي لكم اخواتي تفقص صغوط و تخطو ملقيت ماندير حيث راجي دارها بي احد من الموقف الذي لم تتمنى حتى شي وحده لرأسها و حتى شي وحده لم تتمنى شي وحده ماذا سأقول لكم؟ سيمانة و انا كان بكي لا أعرف لما نقدم و انا نوخر هو ماته اهزة و مشكلة لها و احد البيت حيث لما ذلك سيمانة نتشتها الوجوع و لم تولدت قلت لي البنت 15 اليوم و انا هذا المدة كاملة و انا كان بكي لا أعرف لما نقدم و اوخر هو ماته حرم الله فضحه قدامه و يمكن ان يتلموني و تقول لي كون سوالتي على البنت و انا اخواتي قلت توقع فيك و نقول له هو ماشي دي لهذا الشي و ماشي دي لهذا الخدائم لكن في الاخر نعرف الحقيقة المرة و هو كان مصاحب معه و ليس جديد عليه و الله يأخذ فيه الحقيقة حاليا ان درسي ما زال معي في الدر انا درسي ما زال مكسرة من الداخل لم أعرف كيف سوف ندير لم أعرف كيف سوف ندير ولا كيف سوف نفعل ولا كيف سوف نترك جيت لمشي عند ممي و لكن لم يكن يدير ممي غير مع أخواني اراكم عارفين حتى واحد ما سوف يقبل علي جيت مشي عند الاب دي لي مرت الوالد لم يكنت بغير نحتمني كون دي الراسي أردت صلاق على المنزل و حيث جاءمه لا أعرف كيف سوف ندير نتمنى أن نصحون الله يجازكم بالخير ونبلغ بي عند البوليس ونأخذ حقه منه ونعطيه موافقة يدوج بها ويكتب البنت بسميته وبعد يتلقى ولماذا ندير والله هي مبقى تقدمة التخمام صافي طيب لي يا راسي ومليت راسي وجعني بكثرة التخمام وحتى قلت منعات لي مبقيتش كنقدر الناس نتمنى منكم تتمعوا قصة لي وتنصحوني ونتمنى من أختي آمينة وتنصحني أنا معارت ما نتبع حاليا انا دخلت الشهر الثامن ورني متقلة أما هي والدتو سبعة البنتا وهذا الشي كامل منظر الوجل ديالي اللي قالك بنتو من حقها تحط في الاسم ديالو هالعالي لما ديروا راسكم في بلستين ونصحوني شنو خاصنين دير خيفا غير نخليها عقد عليها وتتقطلوتها لي ودته في مرة واحدة وهذا الشي اللي كاين شكرا لكم بزاف وسمحوا لي لطولت عليكم والسلام عليكم نجات يا نجات يا نجات سلاح ولا ولا قوت هلا بالله العلي العظيم لا أعرف ماذا سيقول لك قصة من بالله العلي العظيم فهذا الشي اللي تمرر منه لا شيء سهل صراحة رجال الله العظيم لا يشكره إنسان يدوج ويداته في الحلال ويمشي يقلب على الحرام أنا لم أفهمك كيف يجد هذا الشي اللي العظيم ويزيد لك الدوب ويجب لك صاحبتي استيداع حملة ويجب لك ورخ الدام ولا تعمل معك ولا تعمل معك ولا تعمل معك لا يمكن لك صاحبتي لا يكون الإنسان لا يكون الإنسان سادجة لهذه الدرجة هذا الشي اللي العظيم لا يجب أن يكون كان عليك أختي تدري حسابك ويجب لك حملة لذلك لا يا سيدي ما هي هذه أختي أختي كان عليك أختي لك إستطابة ولكن لا يقل بالنسبة لي لا تستطيع أن نضعها الموافقة وأتعلم لا تستطيع أن تتعلم أنا أرسل حرات العادة من البنية تكون أختي أختي لأنك لا تستطيع أن تكون بأختي فهي غلطوا وهم يتربوا الصراحة فأنت تسكت على الرجل المرة الليلة و جوجها و نهر اللي كانت خيفا منك كانت أخبّيها و نهر اللي كنت أتيبها لأساس أختك فأنت تسكت على تدوج بها أكيد أعتقالها الحل فلا شيء ضروري تدوج بها هو أن يريد لي على الورق يدير إثبت الأبوة و يدير أنها هو اللي بي لبينه لكني أظن أنني بدون عقد و لا يوجد شيء لك لا يوجد شيء راسي معرفة في هذه الأمور فنقدر أن نجعل الأمر لله و الأخوات الكريمات التي يسمعونها و طبيعة الحال حتى الأخوات لأننا نكون من جميع الفئات و كروينات فلا أعرف أنه ممكن هذه الزوجة للإثبات الأبوة من غير أن لا يزوج بها حتى الأخوات السيدة حتى أحمد الله سأتقدر أن يجب عليهم الحق لأنه يجب أن يكون هناك حاليا لبين زواج فهذا كان هناك تعتبر خيانة زوجية و يدير الحرم فهذا كان يجب أن يأخبر خيانة فهذا أحد الأخوات لأنه يجب أن يكون هناك حاليا لأنه يجب عليهم لا يمكن أن نعطي لديها نسبة مئوية لأنني متأكدة منها نرى من أحوال الأخوات تستطيع أن تسوي أي محامة تستطيع أن تسوي نحن نضع قصة لك تستطيع أن تسوي من طرفك تستطيع أن تسوي محامة تستطيع أن أستطيع أن يكون محامة لا يمكن أن تسوي دائما تستطيع أن تتصبح طرفك تستطيع أن تكن محامة تستطيع أن تسوي المحامة على أن أخذك بالرضاعة وأن تخلص إلى المحامة كيف ستريق أي موافقة كيف ستستطيع أن تُقديرها والقال التي ستحتاجها كان لديها أخرى في نسبة الموافقة لا تدورها فهي سترق فيها فهي سترق فيها كيف يجب أن يتجب فيها ويسرقها لا تتقع فيها هذه القضية وخوي بيسرقها لا يتقع فيها لأنه سترقها وإذا أردت تسرق فيها وردتها فهي ستتتوافق ما عندك ما تقوم بإمكانك فهي سهلة وقال بنتي الذي ستسمع فيها القصة ليس سهلة القصة للأخذ تتبع فيها قصة النجوة إن شاء الله بإذن الله كنت تتقولوني عليها بزبزبزب اللي كان رجلته هو در نفس المشكل وجب هذاك بنت عمو كان تحملها وجبها وكانت مسكينة تفرقت معاه وبزاف المهم قصة كانت قصة زوينة بزاف وقعت تأثرنا بها وقع بكينة معاها وبقعت فيها وبقى في نتا رجلها ولكن أنا هنا رجلها مبقاش فيها الصراحة لأنه بين فيه خبيت ومع أعرفت المهم هذاك السيد كان غلط مع ذيك البنت ولكن كان يبغي مراته بزاف ولكنها تسيد هذا بل إنسان مخلوض وصراحة قصة المسكينة رأيها صراحة رأيها اللي يبينت لك الحقيقة فالإنسان تفضح يتفضح 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 يدرغي زوينة إنسان يدرغي زوينة في هذه الدنيا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم